أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوري اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنفسية الصادرات المصرية وخلال الاجتماع أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون مشيراً إلى أنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى وذلك سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي